إنه مجموعة بيشرفني إن أكون معاكم اليوم وإن شاء الله كل أحد السيد في بيته مع الأوضاع هذي إن شاء الله تعدي أخير إن شاء الله يا رب وإزن الله طيب اليوم موضوع بصراحة من أكتر من ثلاث سنوات لما بدأت أركي نت كتير ناس كانت دائما تسأل عنه اللي هي موضوع التعامل مع العميل من العقود التسعير إلى آخر كل الأسبقات اللي هي ما إلها علاقة بالدزاين إلها دخل كميرشال أو كونتراكتين تعاقد مع العميل تعامل معه ميزانيات الأسعار كيف نعرف المشروع هذا إيش ميزانيته أو إيش الليفل حقه أو الميزانية يعني كل الأسبقات اللي بتدور ضمن الإطار الكوميرشال حق المشروع وطبعا إحنا شاكلين جدا نقبلت الدعوة لإنه خبرتك ما شاء الله كبيرة في هذا المجال وليزم حدا يكون إلو باع طويل في التعامل مع الزباين والتفاصيل حقتها نقدر نعرف منهم كيف حلوا المشكلة هاي أو الإشكال اللي صار معاهم أثناء التعامل مع العميل طبعاً، من عشرين سنة عميل في التعامل مع الزباين ومع الزباين ومع الزباين صار عندنا يعني فيه الكثير من الأسبقات عن كيف التعامل مع الزبون في بداية المشروع في وسط المشروع في آخر المشروع فأسلمناه لكزا 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 ممكن نبدأ مثلاً ولكن كيف تبدأ بطلاقات المشروع ويتم ويقوم بسطل الاشياء الرئيسية كيف التعامل يطور نفسه في المجالات أسف ممكن نقوم بسرعة من أجل كنا نحكي على نقطة كيف التعامل المفروض يعرف إيش المحاور اللي يبدأ فيها أول ما يبدأ مشروع من أوله أول ما يبدأ Before starting the project عال أساس في أول مرحلة Offering للزبون أول شي في أشياء رئيسية إذا كان الproject commercial أو residential في شوية طرقات بسيطة في الأول أول شيء نطلب من الزبون We have to have the plan 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 We have to have some pictures of the style residential or commercial Functions We have two The commercial We have extra aspects Official It's an essential The commercial في المنزل، نحن نحاول أن نفهم أكثر عن العميل والمجد لذلك يمكننا أن نبدأ بأن نحسب تقريباً إذا نتكلم عن موضوع التسعير فبهذا الطريقة، كمسكور ممتعين؟ ما هو الناس؟ يكون لدينا فكرة شاملة أو ليس شاملة، فكرة جزئية عن ما هو المتصور المشروع وعلى أساسه يمكننا أن نذهب إلى المجال طيب، السؤال اللي بربط العلاقة في هذا الموضوع أنه طبعاً الدزاينر لما يكون الخريجين الجدد أو حتى المبتدئين بالمجال أو حتى السينيرز اللي بمسكوا بوزشن جديد بروموشن في الشركة صار سينير صار هو المسؤول أنه يفتح أكاونت مع كلينت يعمل تعاقد يجيب مشروع أو حتى يساعر مشروع لآخر إيش المهارات أو المطلبات الدزاينر اللي مفروض يطور نفسه فيها النواحي اللي تساعده يقدر يمسك مشروع بالطريقة هذه أو يقدر يساعر المشروع أو يقدر يعرف التفاصيل حتى لو جزء منها بس يكون بدأ فيها لأنه في الآخر ما هيوصل مرة واحدة لكل المطلبات حينيحكي مرة واحدة مباشرة حكي مشروعين ثلاثة أربعة لما يوصل فيها مزبوط دحين في I feel في يعني في بنسبة للمتخرجين وعلى طول اشتغلوا في لانسر is something غير عن اللي دخلوا اشتغلوا 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 في شركة اللي اشتغلوا في شركة بيتعلموا من أول ما يبدأوا إنه how to start with project from design يحسبوا الكميات يساعروا that's why I always like you know أنصح اللي دوبهم اللي بتخرجين at least تشتغلوا سنتين في الباب to just know how does a project roll إنه إذا أحد بيشتغل as a freelancer or as a يعني يفتح مكتبه أو they need to understand كيف الproject goes through and من ساعة ما يبدأ التعاقد من قبل التعاقد مرحلة design مرحلة العقود التسعير بعدين بالنسبة للتنفيذ الإشراف يشتغلوا هما حسون عندهم هما ينفذوا ف these experiences يعني as in كنص يعني what things that they need to they need to تكون على أرض الواقع تتعرفوا على المaterials in the market يعني هما أيام يعني the market get prices subliers والأسعار الأسعار exactly يعني أشي المaterials أشي الأسعار يكون عندك لستو الأسعار أو في المين عندك الخشبيات عندك الأرضيات تكون عندك تسعيرات لذلك عندما يكون تسعيرات التسعير بيكون أسهل وهذا مفترض أن تكون تسعيرات كل عام لأن الأسعار تطلق وتنزل بس يعني within شركة it's easier لأنه بيكون في different divisions بساعدوا بعض بساعدوا بعض exactly بس يعني بتذكر أنه كان دائما عنا أو بدأت عملي كان دائما يصير عنا أنه يوم الخميس ونحاول نخلي فترة الظهر أو الصباح من 9 إلى 12 ننزل مثلا في الرياض الشرع التخصصي أو ما تخرج ونذهب إلى محلات مثلا نتعرف على أسعار الأشياء اللايتينج التايلز السراميك الماربن طبعا الكل صار عنده فرصة يمكن أنه يلاقي عمل بشركة فدايما بيكون في فجوة ما بيكون تعرف ما في قسام تاني يتعمل محافظ يتطر أنه يتعلم لحاله هذه الأشياء خير مثلا استعمال الـ Excel فايل لحاله بشكل مبسط يعمل جداول كميات تسعيرة ممكن يعمل حتى جدول كميات لهذه الأشياء كيف يحسب كميات ممكن مش الكل دخل فيها بتفصيل إلى آخر هذه تجيب لنا على نقطة ثانية اللي هي موضوع كيف إيش في أشياء ممكن تسهل عليهم أثناء أعملهم على المشروع يتعرفوا عليها يعني مثلا زي مثلا حكينا مثلا موضوع الأسعار بالسوق أو مثلا تعلمهم على برنامج معين دايما بيصير السؤال كيف أعرف أسعر هذا المشروع هل أسعر بالمقضوعية هل أسعر بالمتر ليش هذا السعر تسعر تسعر أسعر نعم إذا إذا دخلنا مباشرة في التسعير نفسه كمثال طبعا نتكلم يعني إذا بدأ سعر مشروع معين إذا تسعير المشروع حيصير بالمتر ولا حيصير بالقطع ولا بالغرفة ولا مساحة وليش في مصممين تنين أسعارهم أعلى أسعار أعلى في الخبرة في لها كتير محاور أكيد فبالتالي هي مصيحتك أنه فعلا يحاول لقوا عمل إذا نعم الريكاب لإلها لأنه يعني حيختصر عليهم كتير من الأشياء اللي حيتعلموهم من الأشياء الأشياء يعني أبضبط هي لأسف الواحد بتعلم كتير بتزير أخطاء المشاريع يعني 2-3 3-3 years and experience would give يعني لأنه إنت لما تكون مع العميل يعني أكيد هتسأل يعني كيف مع العميل how to sit مع So one of the main things to convince العميل you need to be confident and this confident لتقنع العميل is not going to be there unless you know that إنت عندك الإexperience at least الكافية على أساس to convince him out of experience not as of he knows what they want but in general as a designer عندك موضوع أهم شي هو شكل حلو design function and durability and cost so these are very important العميل بطالي على cost so على design function is your role so it's easier to sorry I got lost يمكنك أن يكون أن ترى مرة سوى من برة أو تردينيين بزاة الإطاليان أو أسبان تلاقيب بيكون 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 الرجال بيكون جاي برتها بيكون هذا كبير لبعض النهائي إنه كل ما يريد أن ترى من مركبات ومع بصيكولوجيا يدعون صدق للعلمال المتظمول أنها تقريباً صحان صحان هذا أهم جدًا بأن تقنع الزبون أكثر في مبتدئ أو أحد من عنده سنة سنتين ثلاثة خبرة بسوق يجب أنه محاول مددئ جيدًا أن العميل بكون لسه صغار بالسنة يجب أنه محاول مددئ لهم أن العميل يقبل فيهم سرعة يقبل فيهم ويوشولي يعني فريلانسر with experience الفريسين حقتهم definitely are different than فريلانسر without an experience غير expenses والمصاريف غير expenses والمصاريف and the way they manage the project would be completely different عن someone without experience إنو الجامع في الآخر هتعلمك design بس ما هتعلمك how to manage the project أو حتى manage the business أو manage the business نعم manage the business للأسف أنا شخصيا أنا تعلمتها لحالي في العمل من الوحب ينكيسه على زي ما حقيتي النقطة اللي حقيت عنها اللي هي طريقة العرض لأعمال حتى طريقة بداية نفس الدزاينر كيف بعرض أعمال وكيف بعرض نفسه للكلاينت هذي لها دور كبير إنها تساعد إنو الكلاينت يقتنع إنو الله يس فيه واحد professional أو بنتمع professional حتى تشتغل حتى يدهم شغول مرتب هي هاي بتجيب على حاجة بعد ما إنو استلمنا الانكويري إلى مشروع هنقول نزبوين عندو فيلا أو مطعم كوميرشل أو مكتب وبدو يسعر هذا المشروع أو بدنا نسعر هذا المشروع بعد ما فهمنا الـ requirement الـ understanding الـ requirement الـ requirement أو بقيمة معينة لا هو فعليا يعني شوفت طرق أخرى من التساير إنو الله مشروع مودرن كلاسيك كمثال بسيط بالنسبة للزباين إنو هنا في تفاصيل أكتر هناك فيش تفاصيل أكتر في مشروع مع الأثاث في مشروع ما مع الأثاث إلى آخره نحن نسمى فيها أيش الغالب هو فعلياً اللي بيسير بتشوفوا من خبرتكم في هذا الموضوع كما نحن نفظ في الأول نحن نسعر تنفيذ فأنا يرفض انو لما يجاي زبون يبغى سعر التنفيذ مع بعض لأنو إحنا محنا مهندسين معمارين تحسب بالمكلم المرفع تقول عن فنيش النظام المختص داماً يجولي عندنا الكنتراكات هي ديزاين لوحده وكنتراكات التنفيذ سننفز أو سنطلع فرنية أو صفت ففند هذا كله في مكنتراكات الكنتراكات نحن لأنه مكتب ففي كذا شخص يشغل على البرجكت تتحسب كم الكثيران تعمل أحباله للفيه المتر المربع ومتر المربع ومتر المربع ومتر المربع عندما تشغل أكيد مصنف تلك ديزاين يوجد من أشهار بحيث بدأ تحديث السعر أعلى لأن السعات الفيه أعلى لأنك بديم أكتب أكيد مصنف في الزعوات وثيرت إلى تركياس أكيد منضج فلديمه المصنف تتحصل متر المبخ بحيث سعر أعلى من اللي هو ال ال modern designs but usually it's for us مثل مربع slash عندنا بتجينا projects that are like full interior design some projects بتجينا soft finishing only with like some some projects بتجينا uplifting some projects بتجي على العظم so it really depends on what stage of the project تستمت تسعيد so basically but in general it's بالمتر المربع عندنا ست يعني to each scenario we have السعر بالمتر المربع تقريبيا according to the style محددين كثو styles more like modern, contemporary and classic and in between you would know what type of بداية إذا نبدأ نحدد أو ننصح لديزاينر بشكل عام إنه يبدأ يحدد الكاتيجوريز حاجة المشاريع يعمل الكاتيجوريز إلا قدر الإمكان ويبناء عليها يعني مثلا if it's مثلا drawings only if it's drawings and furniture حاجة الفيز can you say it's each phase من المشروع exactly exactly إشلا أو المرحات المشروع in 3D's في مثلا smaller projects where clients don't want to wait and they want to go into furnishings only فما بي تطلب with 3D's so the price فإذا تتأسم على فاز according to إشل ال deliverables and usually deliverables are as you know like a set of drawings 3D's specification documents so according to the phase أو إشل العمال المطلوبة بالساعة وaccording to متر المرابع probably في الأول it's easier than ساعة العمل so with the experience they will know that type of project how many ساعة هيخده بالمتر المرابع so I prefer if they can keep an Excel sheet a simple sheet to just check in and out إذا هم a freelancer بشتغلوا الحالو at least just to track the time of each project within a year or two حيكون عندهم data that they can start building the actual hour يعرف كم exactly الهور حقتهم plus there are a lot of like you know search engine Google international مثلا إشل ساعة المتر المرابع for designers so there are a lot of prices and وزي ما قلت انت في أسعار أعلى من أسعار depends on the experience depends on like a freelancer prices are completely different than an office with a whole corporation so it's completely different and the responsibility of for a freelancer is completely different of responsibility of a شركة مسجلة you know like when it comes to payments stuff especially when it comes to orders as a شركة you have more benefit of like having like down payments or like bigger payments than a freelancer as a trust of a client is different there are convenience a lot not there are many people who feel that there are average prices متعرف عليه قد يكون فيه أفريج برايس لبعض الأشياء بس دايما معرفة إيش الحجم الأعمالي اللي حيتم تسليمها في آخر المشروع حتساعد الدزاينر يعرف إيش العمل الأمامه فبالتالي يقدر يحدد يبدأ يبني أسعار أو تصور بالنسبة لإلها عشان يبدأ يدسيه وما في حل يعني الجوجل صحيح بساعد والإنترنت بيطلع معلومات أفريج جنرال على كيسز صارت أو بست براكتسز بس الواقع بصراحة حيمر الواحد في تجاره يعمل إكسل فايل ويحط كل مرة المشروع السكني مثلا مع نوعيد مؤين بتكلفة هلقد طلع معاه مثلا أخذ معاه شغل شهرين أو ثلاثة ممكن مقهى ياخد معاه سبعين ممكن ياخد معاه سنة فبالتالي بيصير الدزاينر نفسه سواء فريلانسر أو حتى كشركة بيحسب الإكسبانسر وقديش هياخد إكسبانسر ويعرف تقريبا قديش أخذ معاه وقت لأنه في الآخر الدزاينر هو بيشتغل وقت فعليا يمكن عنده شوية تكاليف أجهزة مش عارف مين بس أنه هذه هي معايير أساسية في المعروف دائما من نبيهم أنه يعرف حجم العمل اللي حدد مولي أنه الموضوع مش أنه لقطة أو لقطتين 3D للأسف هي متعارف كتير عليها بالسوق تحتاج إلى المعلومات نحن نفهم أما من المعلومات يبدو أن يبدو أن تجربة أفعالة بلعبة مضحة ونقوم بعمل على المنزل بلعبة مضحة بلعبة مضحة بلعبة مددس بلعبة مضحة ونقوم بعمل على المنزل كمricsلا تجربة بلعبة موجودة نعم والأمر بهم جميع الفجر لا يتحدث في مستخدم حتى في مستخدم يجب أن يتحدث ماذا يريدون كيف يتحدث إذا كنت فهرب مدفع هذا مهم جدد واثننا أحقيق衆 من أعرف أننا أجد أنه القيادة نعود ينظف إيقاظنا يسمى كل مجتمع يجبوني في دعوان الأحضان أحضرًا أحضرًا من الأشياء مباشرة هذه الأحضاء نشوف لفتحول على صفحاتنا نقلقنا البريطاني ويسقط في الصفحات رائعًا لفتحول على صفحاتنا جميلة البريطاني ويقوم بمتعده لقد كنا لدينا البلان لدينا شيئاً لكي تتكلم عنه بما يريدون أنهم نحن ما هم المتحدثتهم ومعرفتهم زي ما قلت لك بالنسبة like according to the meter or by timing if they know would you like to talk after like after like the design or any certain questions في كوشينا على الموضوع انو دايما اكيد out of practice صار عنكو اشياء انتبهتوا عليها بتصير في العقود او في عرض السعر لازم الدزاينر اكيد صار عنكو كذا point خلص هدول يس دايما but please not 1 2 3 هدول صاروا لهم هيك golden frame لازم تكونوا موجودين على كل الاقود او حتى بالوفرز فيه بتعطينا مثال على بعضهم ولا صعب اوكي بالنسبة للدزاين مثلا اجريت علمنا ان تضغطى ماكسوم 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 strategy إن أدخان ر lag if it's gonna be like chargeable and like the maxim we have like three concepts as a concept so لاترفعة أجل متأخر إليستًا سنقضى عليه من ما تريد هذا وعندما تفهم ما يريد أن تفهم ما يريد أن تذهب إلى أخرى و أخرى لذا فهذا يجب أن تفهم أن تفهم أن تحتاج المشكلة المعارضة تصل إلى الرغبة للعميل هنا تأتي السؤال بصراحة أن دائماً هناك أشخاص يتواجه مشكلة في الموضوع كيف أترجم إحتياجات العميل بسهولة طبعاً هذه لا ستحدث في يوم وليلة ولا ستحدث في مشروع ومشروعين هناك أشخاص تأخذ محة يمكن هناك أشخاص يخلص يوصل إلى المرحلة هذه هناك أشخاص يختم شغلهم لا يعرف أنه يقعد مع زبون يمكن أن يخلصوا في الجلسة ويقنعوا بالتصميم أو بالتصور الذي يمشي فيه وممكن ما يعرف وممكن حتى في عقود تلتغى وممكن ما يوصل إلى المرحلة مع المرحلة لنتيجة أنه ما يعرف يعجبه إشي بالتصميم اللي بعمله المرحلة فهنا ما بعتبر المرحلة غلطان دائماً نسمع كنا كلمة بالسوق أنا كنت من الناس اللي بعترض عليها في الأول بعدين آمنت فيها إنه نزبون على حق نزبون على حق لأنه يدفع على فلوس في الآخر فدائماً الدزاينر إذا ما يعرف يترجم احتياج العميل على التصميم هنا بيصير فيها غاب إنه مين الضبون صعب هل الدزاينر مش عارف يشتغل أو مش عارف يترجم احتياج العميل للتصميم ماذا أبرز حاجات ممكن الدزاينر يمشي عليها؟ نقاط بسيطة إنه ممكن يتفادى هذه المشكلة حسناً نرجع نوضع على الدزاين بايبل أنا بيقول لك عليه ما يتقول اللي أنا رئيسية كما أننا نذهب إلى الدزاين بايبل عندما يترجم الدزاين بايبل أنا دائماً بيقول إحنا مقاولين إحنا دائماً بيقول إحنا مقاولين لذا أنا لا أدري أن نذهب إلى الأساسية بالفكرة للعميل لكي يتميز عليه ويمضي الأقد لذا ما نفعل الأول هو نقاط لنا بلادرنا مع معجزة جميعاً من ما نرى م詳細ة بعد ذلك يترجم الزبون المضى ونقرر بحقى ما نحن نقاط به أنا أحبه ما ذهبه حسيت تتهمني نحن نترجم أفكار بما يترجم الزبون كما أرادنا وقعتنا في المتوقع سبقنا لن يفهم ماذا مرحبا إمتلكتلات موضوعات كما تريد الإسراء، oppاعها لعبارة طريقة الثقنية ما هو الطبيب؟ طبيب الكثير من الاسراء لذا لرسكت ما هي الطبيب هذا يحتاج إلى المتأكد امع إعطائها الطبيب الثقنية مثل طبيب من المترجمات التي نعطيناها، نعمل رسالة كامل، لا نعمل موضبورات في كل مكان، نعمل كتالوغة في كل مكان، مثل 60, 70, 80 إمجزات من جميع الناس، ونحن نعطيها مع هذا الناس، ونحن نعطيه كل مكان، نعمل جميعاً، حسناً، كما تقول لك، هل تحسين هذه الإمجازة؟ فالتالي تحسين ما يجب أن تحسين ممتلكة في الإمجازة، نحن نعطيه ما تحسين في مختلفة، هل تحسين الناس، هل تحسين الناس؟ هل تحسين الناس؟ لذا كنت نحن نصح وتحسين مدرح كل شيء ما تحسين، هذا صنع تحسين رسالة أسفل في الناس، يترجع كيف هم انها مرات و الله عجبوا عجبوا الأصفر كتير أحبه أصفر عجبوا مثلا عجبوا المثل الأسود أكثر كم ماتيري و تبدأ الناس و تكون ما شكي هذا صحيح وقت موضوع حتى على مستوى عندما يكون من مجموعة ليس فقط 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 البيئة هذا البيئة يتحدث على الوصف لذا فقط 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 و ليس كل أحد التميم يكون لديوا مجموعة و هذا هو من الطرق يجعله طريق وناس و المشكلة و ساعة عندما يرى أن نذهب في ذلك و هذا هو منذ مجموعة لأنه يتحدث من ما يريد لدينا هذه الأشياء اللي هي تصلح معاك أوكي أوكي و نبدأ مع المجموعة هي اللقطة أنتي بألخصها في حاجة بهمة جداً إنه الديزاينر مهمته إنه يعمل ريسيرش مش بس إنه والله يستلم عدة صور من العميل إنه هاد الستايل اللي بديه على الكلاينت و خلص شكراً أروح أطبق أو أعكس نحن نحن نحكي الريفلكتين الديزاين إميجز اللي أرسلها أحطه على ديزاين زي ما هي و أروح أطبقه فعملية الريسيرش ستحلم ما هو تطبيق المجموعة ما هو كلمات المجموعة لن يتعاون لك هذه السورة ممكن أن يكون أمزال من سجادة ليس مجموعة كما الكثيرون أيضاً اسم المجموعة وones والمجموعة يتعلي بالفعل في أول جداً كم تتعليم المجموعة سألوك الخرايط سألوك الخرايط وأن يرفع على المشروع أنا هنا أشتغل المساعدة و سأقوم بك مقاولات أو نفس التنفيذ و سأجلب لك الفرق لذا فقط لكي تحلق المساعدة للمشاعدة ما هو المساعدة المساعدة و في الأشياء التي تحلقها من المقاولة فعشي لما ندخل على موضوع التنفيذ و توريد بيكتير مرة مشاكل كتير بتأخر عليك المورد بيصير مشاكل مع المساعدة لذا فقط لكي تحلقه من المبدأ أنت كنت تسأل إشمل أشياء رأيسية مثلا في عقل التوريد نحن متأكد أن نضع هذه المورد بلنسبة لتوريد الفرنيتشور لأننا من ورد الفرنيتشور لأننا لدينا أيضا وقالة رتالية و لدينا كذا وقالة بلنسبة للفرنيتشور فابركس هاد كلو منستوردو من الخارج لذلك إنه مهم جدًا سأسف ننتبه على النوتس عليها للدريفير نحن متأكد أننا لدينا فترة التوريد نحن نضع أكثر ونحن متأكد من المورد من المورد من سبب قاهر أو ثلاثة التي لا نحن متأكد منه لأنه فيه طبعا غرامات تأخير نحن متأكد من المورد طيب مش محتاج يعني أربع غمس نور في نوم داينينج مجالس إلى آخره إيش أفضل طريقة لتسعير أتعاب الدزاينر في هاد الجزئية بالذات لأنه كتير بصراحة نسألنا عنها وما في إلها فعليا موديول واضح لأنه في الآخر هي ممكن الدزاينر يضيف على عمله بس لما يكون دزاينر ما أخذ فريلانسر وما أخذ فيلا لتسعيل 30.000 ريال مثلا لتسعيل أكيد ما بتشمل أنه مثلا ينزل يلوف يدور على معارض ويشتري أو يختار وممكن تعجب ومتعجبوش ممكن نلاقي الدينينج في المكان نلاقي الليفن جرون في المكان إلى آخر هو سؤال صعب صراحة سؤال صعب وإنما أصدقائك أنا يعني I did not deal really يعني تعامل with the local market is for Russia and معروف so internationally designer usually when it comes to furniture selection especially is a locally nowadays معظم المحلات صار عندهم online shopping so it made life much easier for the designer make a selection online second thing usually internationally usually it's an average of 20% over the sale the designer sometimes gives the discount to the client بس بيكون عنده percentage اللي هي off بينه بين المعرض أيو بينه يعني usually يعني usually the average is around 20 15 to 20% يعني average 20% متكلم بسعارة يعني إيمة الفرنiture let's say 100 ريال أعطانا المعرض 20% discount so usually 20% 30% and somewhere somn designers bayعو مثلا part of it لل للزبون sometimes so it really depends on if it's like a very small project uh probably percentage شوي ويبتعلا إذا بجيبنا إلى سؤال يمكن بعيد شوية عنه بس على موضوع إنه إذا رجعنا للأول شوي لما أنا أستلم RFP اليها Request for Proposal أو RFP Sweet Quotation طلب تسعير من النسبون خينقول يمكن شركة ممكن مكتب صدير أو مؤسسة باعتيني الـ proposal RFP كاملة وفيها تفاصيل لمشروع كيف الدزاينر سواء إذا في RFP أو لا يقدر يحدد إيش الأشياء الـ doable أو not doable doable أو not doable اللي هي الممكن إن الدزاينر يشتغل عليها أو ما يشتغلش عليها طبعا هو في الآخر هيحكم بناء على قدراته يشتغل عليها سيجي برضو لما يجي project as in like تسعير 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 نعم نعم إذا أنا شركة وبعتت لمكتبكو أنا بدي أسعر مشروع معين حاطت brief بسيط إيش الشركة حاطت general plan ما في تفاصيل كتير والله إحنا بدنا نشتغل مثلا الـ issue for construction مفروض تكون مثلا قينات ساي after two months وحبين ناخد ديزاين كامل منكم يعطونا تسعيره طبعا في أعمال بتصير في السكني أو كيقولي الـ commercial أو المكاتب بتصير في أعمال كتير في الـ MAP التكييف في الـ fire systems الـ firefighting طرخيص البلدية إلى آخره أنظمة الحريق هذي كلياتها في ديزاينر طبعا ممكن مع الـ practice عرف يوصل لها إنه كيف أعملها coordination مع الـ design اللي عندي إنه في الآخر أنا بدي أعطي خرايط بدي أعطي تفاصيل drawings لـ ceilings elevations أماكن الكهرباء الأفياش إلى آخره مع الـ coordination إذا فيه cladding إذا فيه wallpaper artwork فكل التفاصيل هذي تنعكس على عمل انتوية ديزاينر لأنه في الآخر هو اللي حيبين عمله الـ coordination مع الـ MAP إلى آخره و الـ aspects الثاني إذا في security systems و الـ divisions أخرى كيف الدزاينر يقدر يحدد إنه هاد السكشن doable معه أو لا ممكن يكون الـ RFP مفروض إنه يشتغل عليه جوزية هذي و ممكن لا هل تنصحي إنه تـ outsource it مثلا أو إنه تـ find engineering office to handle الـ coordination معها أو إنه يعتذر عنها مع إنه في الآخر يعني هي ممكن تفتح باب مشاكل للـ designer إذا اشتغل عليها وما عنده خبرة يورط حاله فيها أو إنه فعليا ممكن يعملها outsourcing يشتغلها مرة أو في الآخر إذا اعتذر منها ممكن يخسر المشروع I would ansoh outsource it Like as a designer you should be able to تحدد فين أماكن الـ points الـ الـ points الـ network points الـ the key finish supply will return according to the furniture layout So as a designer you should supply all this information to the uh to like the third party to engineering the third party uh uh يشتغلوها لأنه it is important يعني كهرباء كيف makes or breaks the project بيب هاي طبعا هاتنضارف للـ derivable بتاعت المشروع بالتالي إلها تكلفة في العمل على ديزاينر أتليست في التايم حقها بيب يدخل مع قسم الإشراف اوكي إذا إشراف او بمرحلة ديزاين نتكلمها ديزاين نتكلمها ديزاين نتكلمها ديزاين نتكلمها ديزاينر فبالآخر أنا حاصرف عليها وقت بالتالي في كمية خرايط عقدمها ويتزاينر حسب حجم المشروع يبوني مهاضة يبوني مهاضة يحتاج إلى مهاضة نتكلمها ديزاينر ديزاينر وانه فرأقا سوف يستخدم النشوار لذلك يحتاج إلى مهاضة يحتاج إلى متأكد يسعى لاني تستخدمها خرايت وانا كتب أتحرك مع الخرايا أو ياما كذلك مع الخرايا فالسل يتكون فقط لا يعمل and they can start it from scratch according to the interior design and it depends on the stage of the project you know if a kateb they will put the points but still a third party as an engineering office needs to do the actual firefighting the key especially in the area yes طيب آخر سؤالين على أساس إحنا تقريبا خلصنا الوقت عشان نعطي مجال للناس تسأل هي سؤالين واحد منهم إنه إيش أكتر السكيلز اللي بتشوفي في في الدزاينرز الفرش أو حتى السينيور دايما محتاجين يطوروا نفسهم فيها بما إنه عندنا شريحة الآن كبيرة في السوق دزاينرز الفرش أو حتى مد سينيور أو سينيور دايما بتكون أكيد لاحظتي بكون في جزئية من العمل عندهم فيها ضعف كذا point it's not one point قلت لك برشوية that's how you buy يعني كذا that's one of the very strong marketing tool especially القدرة على الستكتش كل دزاينر تتعلم how to sketch a very quick 3D as a sketch سريع and just for a certain concept but I found this is very important بتعامل مع الزباين دائما up to date and research the latest style to be aware of what's happening internationally updated and I really and I really and a designer is more of like a connection between architect and art so they need to be so many things and you're not dealing like architect with you're dealing with every single detail in the space من تحت الارض من الكهرباء هذا until the final finish so you need to be aware of detailing research nowadays it's really easy with the social media internet google or you can هي يمكن النقطة هذي على موضوع الupdated والresearch دائما في الموضوع الديزاين انه دائما بنتبه عليها بحب ضيفة نقطة انه الديزاين از كتير بحسب الديزاين هو عبارة عن output 3D الديزاين الديزاين كبير منهم يمكن يعتقد هذا الكلام حتى لو قال لا بس لانه فعليا they spend a lot of time doing the 3D with designs الى آخر لما وصل لنتيجة مبهرة الى آخر جميل بس فعليا الوقت اللي حيصرف على موضوع 3D أخذ منه وقت انه يتعلم الالوان الكلور المتيور المتيور السوق 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 من المنافسين من وين أعمل outsourcing للمتيور للسوق الى آخر لانه نقطة مهمة جدا في الديزاين مش بس انه أعمل 3D وصورة حلوة لازم نكون عارف كل ميز و product و finish و قطعة أثاث و lighting من وين جاية و قديش سعرها full يعني وهذا كمان reflecting على architecture وال landscape حتى finishes اللي بره lighting material الأبواب الشوبيك الآخرة كل products لازم نعرف من وين كتير موضوع الناس تعتمد على موضوع libraries و products brands ممكن تنزلي brand online تنزلي i material وتحطيها بلات 3D وانتهى الموضوع هلأ فيه brand لها dealers أو معتمدين ممكن بس لغارب مشكلها السؤال الثاني كان إيش عساس نسكر في مع العدد الكبير من المنافسين في السوق المحلي وبرضو الدولي يعني حتى الدول اللي حوالينا حتى في السعودية عدد الكبير المخرجين أو حتى المصمم ممكن يبرز مهارته قوة عمله ليعطي فرصة منافسة أو فرصة للمنافسة بشكل عادل نحوالينا إنه واحد يعني ما يعني 20 عام كان مهارة مختلفة الآن مع المتحدة الإنسلام وPinterest إنه مهارة مهارة و يعني كل ما الواحد يتبعون على تحديث عن ما هل 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 مета هل هل يحصل Read how can I say Building a name Building a name Video pouvait design In the the first 3-5 years it's not really about making money it's about building a name So as I told you it's the experience واحدة اتكلم على موضوع العصانية واحدة أهمية تدر Excellent! ما شرعان أخر شيء هو مشكلة التساين وكيف تعرفهم وكيف أكثر متحرك وكيف تساين التساين كم من رناatchك في نفسه لكي تنتهي عمليات كما تتعلمين كما تتكلمين كما تتعرف على ما يحدث تقريرك وتطورك في إيجاب العالمين وفي اليوم لا يتساقط الحمدلله في 2 سنة في امرنا لحظة الإرشاد الإرشاد الإيران نحن لحظة الإرشاد لقد قمت بشكل عامي في نيويورك لذلك الآن العالم ليس كبير فالدزاين المتويز أكيد سيبان شغله مو صعب أبداً يبان شغل الدزاين المتميز تتحرك مع الميديا ومثل هذه الأشياء سيكون هناك مكان أخر سؤال مني قبل ما نروح لالناس عشان ما طولش لنكون تكاتبه ونسيته ما أصعب مرحلة ممكن يمر فيها المصمم أثناء التصميم مع العميل أثناء التصميم إذا في الأول مشي على right things إنو شرح للعميل إجزاكي what's their role لأنو مرحلة التصميم صعب يكون في مشاكل unless the designer did not understand what العميل needs or العميل حس إنو so a designer is not confident about their design or they don't know fully what they're talking about so the confidence will come from the knowledge so يعني من الأشياء اللي ممكن تصير not mainly وقت الدزاين هي mainly بالتنفيذ إنو 3D تخيل وتزاين العميل شيء والمتيريال ما طلعت زي ما هو بفق يعني يشولي المشاكل أكتر في التنفيذ design before ما حطت القلوز of 3 3 maximum 3 concepts I had a client زماعة that we had to give 8 concepts so that was a problem وفظلنا it was time consuming so if you made it clear at the beginning what's your role إش شروط حكتك in the maximum because you understood exactly what do they need ما حيثم في مشاكل أو you were like capable of like تسلم the whole not only 3Ds 2Ds the details مو بس section خادي كيف حيتنفذ إذا في مثلا certain wall ألم إذا في إشيا like a certain design to give like the details or the details not just شكل أحلو بس بكيتهم 3Ds نبدأ بالأسئلة من الشباب والصدايا في هنا كتير أسئلة وصراحة أحد الأسئلة المهمة شفت تكررت إمكان إلي هي موضوع payments إيش نصيحتك أفضل حاجة خينيحكي للـ payments بالنسبة للديزاين ونيجي على موضوع الفيت آت بعد هذا شوية بس هن نحكي على موضوع الـ design in general بعدين نحكي على الموضوع في الأعمال التنفيذ من الأعمال التنفيذ ممكن فيها محاور كتير بس نحكيها بشكل عام بالنسبة للـ payments depends on حجم المشروع and مدة المشروع المشاريع الصغيرة بكون 3 payments المشاريع الطويلة ممكن تأخذ 5-6 payments من الأعمال ونحكي تقوم بها ونحكي على مجموعة المشروع حيث يمكنك أن تبدأ بـ 30% تسمها على خمسة دفعات عبارة الأخرى هو 10% عبارة الأخرى نضعها بعد تسليم المشروع قبل التوريد الأخير قبل التوريد الأخير قبل التوريد الأخير ويستمتع إ firsthandaker فهذا هو واحد الأمر ونا نحن معه نفس самого الأخير ؟ أو أنه فعلياً كان جزء من الشركة إلى آخره إيش السيقونس في الموضوع والبايمت في الفدهات لأنه في الآخر في روى ماتيريا اللي بدها شراية في أعمال في ماتيريا زي حدثي بموقع في إشراف إلى آخره إيش خينحكي البرسطة فيها إذا هو الدزاينر ما خد إشراف so that's إشراف خلاص he gets his إشراف from the customer as a percentage and I get them reports weekly and monthly reports with pictures weekly report usually get them like a monthly report so it's a full إشراف it's not just so when you get paid you need to send them documents for the customer as a payment it's a monthly payment اللي هي قيمة المشروع مثلا let's say مليون ريال حد مثلا 15% 150,000 ريال المشروع ياخذ أربعة شهور دنت تتكسم على أربعة شهور so it's like a monthly payment مع الريبورتات مع العمال حتى نعم بالنسبة إذا هو اللي حينثز أو فيه subcontractor معه في when it comes to interior design depends إذا هيخذ like بلاط و materials and everything في مقاولين يستخدم يعني في عندك اللي هو hard finishes with soft finishes hard finishes lean different and soft so hard finishes في ناس بعملوها على أساس أنه مستخلصات we do not progressive payment يعني yes progressive but this is more in the like engineering when it's like an architectural project but بالinterior it's usually payments على حسب المتيري يعني بتحسب اللي كم متير يعني according to the let's say المشروع أربعة شهور فبيكون عندنا schedule أنه هذا الشهر سيكون واحد واثنين ثلاثة حتخلص حنشتري المتير so بيأسم الدفعات according to the اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو so usually it's like a down payment of 20 to 30% to be able to put the material إلى آخر شوي تحرك المتير exactly وبعدين تتأسم على حسب كل دزاني عارف اشي متير when it's soft finishes it's different it's different so we give like a down payment and قبل الشحان we get our last payments and stuff for the local market you get your payment either from supplier you get percentage or if they agree you know they start like going ahead and they either get it from either from the discount or like as an extra from the customer so either from either from or either from either from or إن شاء الله يسأل هل تنصحي مثلا ممكن out of practice إنو ما حخصر أي انكويري بتيجي حسترم كل المشاريع اللي بتيجيني حسعرها كلياتها وأخدها كلها بغض النظر إنو هدا بدو مثلا high-end هدا بدو mid-end هدا بدو C category أو C class ولا بتفضلي تحافظي على ستايل معين هلا طبعا هدا يمكن أكتر السؤال بفيد الناس الbeginers سواء كانوا freelancers أو حتى الناس اللي عندها مكاتب لسه جديد بيحاول يبني اسم إلى آخره حتى لو كان موجود الاسم قد يكون بيجي انكويريز لأنه خلينا نقول turn over الأخير اللي صار في السوق من آخر خمسة سنين فيه تغير كتير في موضوع القوة الشرائية أعمار المشتريين إلى آخره تغير الديمغرافي فيه ناس كتير من رياض راحت جدة جد الرياض يعني أنا إذا كنت أنا مثلا من رياض رايعة جدة أسكن مثلا أشتغل شركة خمسة سنين ولا سبعة سنين مش هنقول بيتي مثلا كله المثلا الخين يقول في الرياض إذا كان ملك وأنقل عفشي وراح اشتري أثاث غالي أو صبي الديكورتير إلى آخره فممكن يعمل حاجة بسيطة هناك مع أنه ساكن في مكان كويس وعامل إش مرتب في المكان يوساكن فيه فإش بتنصحي في المقطة هذي يعني بشكل عام أجين؟ 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 نعم سحب نحن نقول حجم الأعاب نحن نقوم بتواجهات مختلفة وكذلك فارات مختلفة ما يتردون أن تثير في البيجنة وعندما تنقوم بتواجهات لا تتعامل بأكثر من الناس ستكون لن تتكلمهم أكثر فقط كان عاماً برجاءات على أدرة بجريعة برجاءات 첫 وبدأت دو عاماً لذا لا تأخذ المرجائات أكبر من هجبكم بالنسبة للمباشر من البحث A, B, C كان عاماً برجاءات تحتاج إلى أيضاً يعني بالأخير أنه لا تحتاج إلى تزال مفرح لما يكن it's okay there's like so many عددة أيها الأمير. بسيطةạnh زيندك أجلزك أو ب أو أجل أو أجل و coping طبعا من الجميع ما هي ب أو الأجل أو الأجل أو أجل أجل نحن في الحدث نحن في العرب من الصين لنضع أليم نحن نمشق لدينا بعض المتابعة من المنظمة التي نعمل ل myself قمت بها أصدق لأنك لسنع أنا كان أكثر مظهوراً لكي أرى لقد كانت أشياء وانا عملت المشيء مطعم فلاني ومكتب فلاني مطعم فلاني ومكتب فلاني لذلك، بدأت بأكثر من مدينة و لأن مطالباتهم أقل من مدينة لذلك، حتى أمتلك في مجرد ما تتحت لوحدي كانت بدأت بأمامات لكي بدأت بإمكاني مسمة لكن اليوم، نحن نحن نختار أجل من أول مرة من أجل، مرات ومطالبات بعض الأشياء تشعر لكي لا تعمل معك وكي أشياء من أول مرة بعض الأشياء تتعلم بعض الأشياء يخبرك بعض الأشياء تشعر هل حدث معك؟ من الأشياء تشعر أنه اجتمعت مع عميل وفعليين اعتذرتي عن تقديم المشروع بعض الأشياء تشعر بعض الأشياء تشعر من الأشياء تشعر 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 لذلك، من الأشياء تشعر 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 كيفية تشعر 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 المترجمات التي يمكن أن تجد في المرأة حاجة ممكن ألاقيها بسطول أشتريها فبالتالي إنو إيش أفضل طريقة لإلها ولا بتفضل أنه once you design you have to specify المترجمات حتى لو ما حشتغل فيه but at least أنه the client to be satisfied حتى بعمل خلص التزاين أنه يسعرف أنه هاد الفينتشر مثلا لتساي حلقيه في المعرض فلاني أو محل فلاني أو حتى لو يستورده من بره we do not specify من فينا المحل اللي هيشتري and this it was from the local market if it was مثلا عملنا online shopping West Elm or whatever any of like محلات اللي عندهم online but at the same time sorry على الفرنة is it preferable to design something conceptual ولا we have to specify على أساس أنه يطلع في الآخر 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 تاعد design convenient للكمياد إننا نعطي له أنت you design package depends on the package is a مثلا with hotels you need to specify every company oh the hotels أكيد حتروح FFE package كاملة yeah exactly وزاعة الثغل residential and you need to check from the local market is a anyways you have the supplier if you are dealing with the market this is a you uh هل تتكلم عشان 3D modules قصة الـ design in general لأنه في الآخر في ماتيولز حتنعمل في floor finishes في wall finishes في window treatment إلى آخر سواء كات soft it out أو hurt it out لأنه the way we do it we choose the material then we do the 3D so it's not like the other way yeah طبعا أكيد so you choose the material you know they are there available you put them in the specification so we specify مثلا عندنا مثلا mainly in the furniture as in like the supplier if there are international companies that are known we put isma supplier specify the color fabrics is the same but it depends on the packaging he packages furniture selection as into details as a design as a design exactly بينما if we are like we are supplying the furniture we show just the pictures and we don't specify like so it really depends on on uh 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 so if we have a furniture we're gonna supply it uh but it's just like we put the images we don't put like the code number and stuff but if we know they are gonna get the furniture so we do specify but we're doing how to use the furniture in the design space واضح سؤال أخير وعشاز هيك ومنكم شكرا جميعا الموضوع على let's say I coated a project سعرت مشروع أخدت المشروع أخدت الأوردر وبدأت أصمم إيش أفضل approach آآ في الآخر زي ما حكيتي مش هعمل design أروح للكلائنت عجبك ما عجبك بناء على الصور أرسلها الريسيرش اللي دي سويه للكلائنت أثناء العمل in-house قبل ما يروح للكلائنت يعرض هل تعتقد لأنه في الآخر فيه ترند الآن في السوق أنه Pinterest Instagram جمع صور أعمل mood board أبعث له أربعة أو خمسة عجبك واحدة منهم اختار هاي أرجع أشتغل هل هذا approach في الآخر approach ما ميقول صح ولا غلط في مشاريع كتير انشغلت بطريقة هاي ولكلائنت happy فما ما حنقول عنها غلط بس أنه هل هذا approach a designer is doing ولا صارت كأنها set design فنت علي set design زي حقوني المسرح معني في الآخر أنا بجمع قطع بحطة مع بعض وشكرا ولا دور designer أكتر من هيك في الآخر هلأ ممكن t commercial projects أو c class projects ممكن أعملها templates جاهزة أسهل لكلائنت يختار أشياء منها من ناحية أني أسرع شغل المشروع وبدجت معين ممكن يكون conceptual معين بطريقة ما لمكاتب الصغيرة بادية أنها تعمل income كويس لمشاريع صغيرة ممكن بعرفش ممكن الناس تعترض على الكلام هال بس أنه في الآخر هي وجهة نظر مكاتب اقتراد ما هو توجه الدزاينر نفسه ما هو هل هو عم يشتغل على مجموعة مجموعة ما عم يشتغل على مجموعة مجموعة لذلك تعترض على ما في شي صح وخطر في ناس يعني لا يوجد مجموعة في هذا بس يجب الدزاينر يعني نجي على best practice تعتقد انها هي اللي شغالها أنا بيفرم معاك موضوع السعر مثلا مثلا ليش الدزاينر فلان سعره كذا أو فلان دزاينر التاني مثلا سعره كذا دزاينر في زي هي المشكلة بس بس تتكلم على fashion ترح تشاي ready wear ولا هتروح customer تروح عائد كتور عملك لذا هي مملك المشكلة هذا وفي خاصة بس في مجموعة الناس الناس مجموعة هي إنه إستخدام مفيداً لتفهم ما يريد المؤكمة و بالآخر حتى تجمع صورة و جمع أشياء و بالآخر ما يكون ما يكونوا مختلفة و الحصول ليست مختلفة و المستدرات لذاه فهو أنه لن يكونوا مختلفة نعم كما نقول و اندرات نعم كما نقول لنا ولكن في الآخر ما يكون مختلفة كل مشروع عنده مأساته و الوحدي هو عنده فلا يكونوا مختلفات و الواقعات فما عم رح يكون the same ما بعترض عليها especially like for people who just started and uh... مركزين على الوفيس they're looking for something like really fast or and then like this so ما عندي اعترض عليها بس زي ملتلك كنا بيفلق موضوع اللي هو And the best of practice you think it is? ما في فيها بس كل مشروع حسب مشروع كل مشروع حسب مشروع يعني مثلا جالك palace 3000 meters ما حطلع له من الاشياء اللي عندي بترجوه شوف اشياء اللي تقام جاني مكتب خمسين متر عندي like 3-4 انا عاملة اوكي في كذا كذا او انت لما تبعت لي ويدوذر يعني ما في ما في ليها قاعدة it's really depends on each product فالافضل دايما في ريسير يصير على اساس ان الواحد يغطي النقاط هذي في نقطة مهمة جدا على خصها في نقاط انت ذكرتها كتير انه قدمة ديزاينر عنده قوة تكنيكل في الاول هذي بيقدر يبني عليها ويقدر يشتر عليها كتير مشاريع يقدر يساعر يقدر يعرف حجم العمل ياخد هاي النقاط والتكنيكل هذا بتطور كتير مع ديزاينر من كمية الريسيرش اللي بيعملها المعارض المحلات اللي بروحة يتعرف على السبلييرز في ويب سايت مثلا انا داما بقول الناس عنه اسمه ارتيتونيك انا بعتبره زي كنز لانه فعليا في كل السبلييرز الموجودين انترناشنال بشكل مخيف سواء فرنتشر انتيريز لايتنج الى اخرى وكل واحد من بلده من وين الى اخرى وعليها البرايس فبتعطيك انو والله مشروع صار سعر القطع الاثاف بالتالي كذا فبالاخر لما يجي كلاينت يدو مثلا يطلب خلينيقول مثلا يوص اقول دفر شبيتي كله من وستن ألن مثلا بوتري بانا وستن ألن مثلا حعرف البجت حق الديزاين لا اراديا انو والله الكلاينت بيحكي ببجت معين بس واحد تاني بدو من محلات تانية بسيطة او بدو اثار الصيني فاكيد بنعرف ساعتها بناء عليها وايش التصور الهو فيه طيب احنا شاكرين للك حنبعت للناس يعني الناس سألت اسئلة كتير بصراحة بس انا وجدت تير اسئلة على الخاص بس ما كان في مجال نرد عليهم كلهم حاولنا ناخد الموضيع اللي 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 لها دقريبا مربوطة في الموضوع اللي محكي عنه ادارة الاعمال في التصميم نفسه اللي هي الاسبكس الكميرشال او البيزنس development داما مننصح الديزاينيز على موضوع في كتب كتير لادارة الاعمال في مجلات في وابسايت والله يمكن الان ممكن كمان الفترة اللي احنا فيها صار في قاب عند الواحد ويجب ان تكون بس جدا اللي احنا في مجال الخضر ومجاله فورد ومجاله مجالة على موضوع ادارة الاعمال ويجب ان تفتح كان هناك اللي احنا في موضوع شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك